رغم مرور أكثر من 25 يوماً على إغلاق مطار معيتيجا بيترابلس واستعمال مطار مصراتا الذي يبعد أكثر من 200 كم عن العاصمة عوضاً عنه لا يزال حفتر مستمراً في استهدافه مطار معيتيجا الدولي تعرض صباح الخميس لقصف من الطيران التابع لحفتر بحسب آمير غرفة العمليات الميدانية بعملية بركان الغضب أحمد بوشحمة للأحرار الذي أكد أن الطائرة التي قصفت المطار هي طائرة حربية وليست طائرة مسيرة القصف الجوي للمطار سابقه استهداف بري له فقد أعلن مصدر عن المطار سقوط قذيفة قرب المطار عصر الأربعاء بالقرب من جامع لغريو دون أن تسبب أي أضرار بشرية أو مادية استهداف ليس الأول عقب إغلاق المطار حيث تعرض خلال الأيام الماضية لعدة غارات جوية دفعت الموظفين فيه إلى التوقف عن العمل خوفا على حياتهم إلا أن هذا الاستهداف جدد مخاوف المدنيين المقيمين بالقرب من حرم المطار بسبب سقوط القذيفة في منطقة سكانية كما تعرض المطار في الرابع عشر من الشهر الجاري لقصف بعدة صواريخ جراد عقب غارة جوية نفذها الطيران الإماراتي المسير المؤيد لقائد العدوان على ترابلس تكرر الاستهداف دفع سكان ترابلس إلى التساؤل عن سبب إصرار حفتر على الاستمرار في ذلك رغم توقف الرحلات المدنية داخله وتصريح رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة بعدم قانونية استهداف المطارات المدنية بشكل عشوائي واصفا ذلك بجرائم الحرب كما أن استمرار إغلاق المطار دفع الكثير من المواطنين الراغبين في السفر والذين يتكبدون عناء السفر إلى مصراتة للتساؤل عن مدى جدية وعود سلامة مطلع سبتمبر الجاري بعمل بعثاته على إعادة هذا المرفق الحيوي إلى الخدمة بأسرع وقت ممكن وإحالة كافة معلومات المسؤولين عن قصفه إلى مجلس الأمن الدولي والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية